فقد يقع الإنسان في الشرك بكلامه بقوله بلسانه والشرك لا يغتفر أبدا إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان يدعوه هذا شرك الدعاء باللسان لسان ذا شغال يعني وديك في داهية في كل المواقف وفي كل المواطن يدعوه أو يرجوه عم القلبي يدعوه أو يرجوه وقد يكون الرجاء باللسان أيضا ويخافه ثم يخافه ويحبه كمحبة الدياني عم القلب ثم الكذب على الله جل وعلا ثم الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة بل أنا أقسم بالله تسود وجوههم في الدنيا قبل الآخرة والله تسود وجوههم بالخذ والمهانة في الدنيا والآخرة لكن في الآخرة تظهر وجوه أهل الكذب على الله بسيمة واضحة بسواد ظاهر قد يكون الوجه أبيض مشرقة ناصع البيض مشرقة ناصع البيض لكنه بين يدي الله جل وعلا يسود لكذبه على الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ليس في جهنم مثول للمتكبرين وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدة فليتبوأ مقعده من النار كذب لسان وبعدين شهادة الزور يا الله روح أمام أي محكمة الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله عاوز شاهد زور جاهز جاهز والله شيء يدمن القلب ورب الكعب شيء يدمن القلب شهادة زور بميك جنيه ممكن تجيب شهادة زور بميك جنيه بألف جنيه بعشر تلاف إذا كانت القضية كبيرة تبيع دينك بعرض من الدنيا حقير قد لا تهنم بهذا المال قد يمرضك الله مرضا تحتاج إلى أضعاف أضعاف هذا المال الذي قد تضع بشهادتك الزور هذه رجلا مظلوما في سجن حتى يلقى الله عز وجل والله لا أنسى أبدا رجلا وأنا في القصير وقف سبحان الله يبكي وقد بيضبط لحيته بعد صلاة العصر وقف يبكي في المسجد ثم قال أحذركم من شهادة الزور وظل يردد هذه العبارة أكثر من خمستعشر عشرين مرة ويبكي والناس بدأت تبكي ثم قال في خلاصة بأنه بسبب شهادة زور قضى حياته في السجن ما خرج إلا بالأمس باله في السجن أكثر من خمسة وتلاتين سنة أعوذ بالله بشهادة زور أكثر من خمسة وتلاتين سنة في السجن زي شهادة الزور من أكبر الكبائر ايه ايه بتقول لي يا مولانا كلمة يا مولانا واحد روح يقولها تقول لي من أكبر الكبائر أيها من أكبر الكبائر شهادة الزور كلمة كلمة جبت الكلام دامنين ما احنا ولنا فيش كلامة بدون دليل روى البخاري ومسلم حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وظل النبي يردده حتى قال الصحابة حتى قلنا ليته سكت كفاية كذا حتى قلنا ليته سكت أنت بتستهين بشهادة الزور شوية أنك تضع رجلا في سجن لتحرمه من أولاده بسبب شهادة الزور أنت بتستهين بهذا شهادة الزور من أكبر الكبائر ولذلك ربنا أثنى على عباد الرحمن بأنهم لا يشهدون الزور أبدا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجايلون قالوا أول شيء قالوا سلامة لا نرد على الجهلاء ولا نرد على السفهاء قالوا سلامة وبعدين واصل بقى السير في هذا البستان اليانع الماتع الجميل ها والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغوي مروا كرامة والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمة وعميانة والذين والذين ارجع إلى صورة الفرقان وعش مع صفات عباد الرحمن من بين صفاتهم الرقراقة الجميلة أنهم لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغوي مروا كرامة نعم خلي بالك من شهادة الزور من كذب علي متعمدا فليتباو مقعده من النار وخلي بالك أيضا من أكبر الكبائر ومن بينها شهادة الزور لسان القذف ايه القذف دي ما نعرفش حاجة اسمها القذف ولا نعرف أحكام القذف ولا نعرف ما يترتب على القذف لا على الرجل ولا على المرأة ولا حول ولا قتل إلا بالله والقذف كبيرة كبيرة مهلكة من الموبقات السبع يا مولانا تقول لا هذا كلام غريب أوي قذف كبيرة اه اجتنب السبع الموبقات أي المهلكات الاشراك بالله وعقوق الوالدين ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك في الآخر آخر كبيرة وقذف المحصنات الغافلات وقذف المحصنات الغافلات قذف كبيرة من الكبائر أن ترمي رجلا بريئا بالزنة أو أن ترمي امرأة بريئة بالزنة واعتقد أن الكلمة ترجمة نانسي قنقر